شدد البيان الختامي الذي توجى لقاء وزراء خارجية الجزائر وليبيا وتونس على أن التضامن وتوحيد الرؤى والمواقف إزاء المستجدات الإقليمية والدولية تشكل مقاومات أساسية من أجل مواجهة التحديات والاستجابة لمتطلبات المرحلة الراهنة وفي هذا السياق رحب الوزراء بالتوافقات الكبيرة في مواقف بلدانهم حول أهم القضايا محل الاهتمام المشترك مجددين حرصهم على مواصلة الجهود لترسيخ سنة التشاور والتنسيق عبر عقد اجتماعات دورية أو كل مقتضة الضرورة لذلك وكان رئيس ديبلوماسية الجزائرية رمطان العمامرة قد التقى قبل ذلك الرئيس قيس سعيد بتونس وسلمه رسالة من نظيره الجزائري عبد المجيد تبون علاقة الجزائرية التونسية بخير والشقة الثانية مرتبط بالتشاور الثلاثي الجزائري التونسي الليبي حول أوضاع المنطقة مركزين بطبيعة الحال حول أوضاع في ليبيا الشقيقة ومكرسين لسنة التشاور والتنسيق حول كافة القضايا التي تهم البلدان وللشعب الليبي الشقيق كذلك ما يكفيه من الاعتقاد والقناعة من أن الجزائر وتونس سوف يعملان إلى جانب الشعب الليبي الشقيق لتمكينه من استرجاع كافة أسباب التنمية والاستقرار والرقية